تحياتي لكم والسلام عليكم بعمر من بوتين الدفاعات الروسية تبدأ تدريبات تشمل صواريخ يارث العابرة للقرار أمامنا الآن صواريخ يارث بدأت تخرج من المخازن والرئيس بوتين يجري تدريبات على استخدام هذه الصواريخ كلام دمين أعلنوا أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم انطلاق تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارث النووية البلاستية العابرة للقرارات وبدأت عملية اختبار متكاملة في تشكيلات أوميكس الصاروخي بالتزاون مع تدريبات القيادة والأركان الروسية في تشكيل نوفو سيبريسك المجاهز بصواريخ RS24 يارث المتنقلة ونقلت وزارة الإعلام الروسية عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية بشكل إجمالي يشارك في هذه التدريبات أكثر من سلاسة ألاف عسكري ونحو سلاسة ألاف قطعة من المعدات طبعا نحن عارفين أنه تم تحريد أكثر من تلتمائل جندي أوكراني في مناطق مختلفة وهنذكر بعض التفاصيل لكن الرئيس زيلينيسكي بيقول لك قد ننهزم ولو نهزمنا هنتنازل عن بعض الأراضي لا دنت هتتنازل عن كل حاجة وهتخسر كل حاجة كيسنجر العراب الأمريكي يقول لك الحرب بين واشنطن وبكين ستدمر الحضارة بالكامل حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هيناري كيسنجر من أن بدء الحرب الباردة الثانية بين الولايات المتحدة والصين ستكون أكثر خطورة من الأولى التي أسفرت على إنهاء الاتحاد السوفيتي وقال كيسنجر لصحيفة منذ الأسبانية أن الصين والولايات المتحدة تحولتها في الوقت الراهن إلى خصمين ولا يجوز انتظار أن تتحول الصين نحو الغرب وضاف أمريكا والصين لديهم موارد اقتصادية متشابهة وهو ما لم يكن عليه الحال خلال الحرب الباردة الأولى وتابع آل الحرب الباردة بين واشنطن وبكين يمكن أن تسقط الحضارة إن لم تدمرها بالكامل يعني قد تدمر كل شيء وكان وزير الخارجية الصيني وانج بي حذر في وقت سابق من أن بدأ حرب باردة جديدة بين بلاده وأمريكا سيكون بمثابة الكارثة بالنسبة للعالم بأسره كما أن كيسينجر حذر من خطورة الصراع الصيني الأمريكي معتبلا أنه من الممكن أن يتحول إلى أكبر تحدي يواجه البشرية وأكد أن البلدين لديهم قدرات اقتصادية ويشدد على ضرورة إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا وحل الحرب الأوكرانية إذا كان الدول الغرب لا تريد أن تصبح موسكو موقعا أماميا للصين في أوروبا يعني بيقول لهم إلحقوا حلوا وإلا يعني فإلا تبقى موسكو أحطت قدمها داخل أوروبا ولو أن حلف شمال الأطلسي الناتو كان الحلف الصحيح للتعامل مع روسيا عندما كانت تشكل التهديد الرئيسي للسلام العالمي وأشار إلى أن تحالف الأطلسي أصبح يعكس التعاون بين أوروبا والولايات المتحدة وتكاد تكون هذه التعاون من نوع فريد لهذا السبب فإن من المهم الحفاظ عليها من المهم أيضا ندرك أن الأسئلة الكبيرة ستطرح في علاقة الشرق الأوسط وآسيا مع أوروبا وأمريكا في وقت سابق رأى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هناري كسينجر أن اتفاق السعودية وإيران لعالة العلاقات بين الجانبين لمنزل التغير جوهري في الوضع الاستراتيجي للشرق الأوسط معتبلا أن السعوديين يوازنان الآن بين عامنهم من خلال لعب الولايات المتحدة ضد الصين في تخوف من سقوط عرش الدولار من التعملات العالمية وتخوف من انضمام السعودية لمنظمة البريكس وتخوف من في فترة كان الدولار بيقولك أن الدولار مغطى بالزهب وبعد كده صرح أحد رؤساء الولايات المتحدة لك الدولار غير مغطى بالزهب وأصبح الدولار هايمنة بالقوة هايمنة بالقوة هايمنة على البلاد والعملات بالقوة وهنا أصبح كل من لا يبيع أو يشتري بالدولار يعني زي من تعرفين يما فكر القزافي في عمل عملة زهبية أفريقية شفتوا اللي حصل في ريبيا أيضا رئيس الضمح السين فكر في عمل عملة زهبية شفتوا اللي حصل في العراق ولكن حرب أوكرانيا وروسيا غيرت المعادلات وأصبح تم تأسيس منظمة البريكس للتعامل بين الدول والصين بدأت خطة بهدوء لإسقاط عرش الدولار وربما تنجح وإذا نجحت تنتهي يعني هايمنة الولايات المتحدة على العالم وهذا ما قالته أحد الصحف التركية ألت أن يعني ستسقط الامبراطورية الأمريكية كما سقطت الامبراطورية الرومانية ومن قبلها سقطت اليونانية ومن قبلها سقطت الفرعونية والبابلية وهكذا يعني وبريطانيا أيضا كانت عظيمة قبل الولايات المتحدة وهكذا يعني الدنيا دول وتتداول بين الناس نأخذ خبر حلو من الجزائر بلغة الأرقام حصيلة إنجازات سونوتراك 2022 تبلغ 60 مليار من الصادرات واستثمار ما يعادل 55 من 10 مليار دولار أمريكي طيب نهدت قيمة صادرات مجمع سونوتراك 60 مليار دولار إلى سنة 2022 حسب بيان الشركة وارتفاع الانتاج للمحروقات بنسبة 2% وأيضا المجمع في حصيلة إنجازات 2022 أن المؤشر والانتاجات الأولية تشير إلى أن قيمة الصادرات اه ارتفعت ارتفاع كبير أما انتاج المحروقات فقد انتقل إلى 185 مليون طن مكافئ بترول في عام 2021 إلى 189 مليون يعني زاد بقيمة 2% اه وسجلت حصيلة سنة اتراك اكتشافات مهمة للغاز اه واكتشافات مزهلة على مستوى محيط الاستغلال في حفل حسابي الرمل حيث تم تحديد كميات كبيرة من المحروقات تقدر من 100 إلى 340 مليون متر مكعب من الغاز المكسف معتبرة هذه الأحجاب من أكبر عمليات عادة تقييم الاحتياطي وقرب الجزائر من الأوروبا اه اداها أولوية وادها يعني ميزة كبيرة جدا 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 وأنا أقول لكم أيضا بعض الأخبار من الجزائر اه اجتمعت الحكومة الجزائرية وفي يعني مخرجات اجتماع الحكومة تلقس الوزير الأول أيمن عبدالرحمن الحكومة اه في اجتماع مهم من عقد بقصر الحكومة ودرست الحكومة خلال اجتماع الأسبوعي هذه النقاط التالية في مجال العدل درست الحكومة مشروع تمهيد لقانون يعدل ويتمم القانون رقم ستين اه ويكرس مشروع هذا النص دمج مهنة المحضرين القضائيين ومهنة محافظية البيع بالمزايدة وفي مجال الشباب ايضا مهنة منتخب الجزائر على وصوله الى تصفي يعني وصوله الى انتهاء تصفيات او ضمان وصوله للتصفيات النهائية لبطولة افريقيا واستمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول التحريرات الجارية لتنظيم الانعاب العربية بالجزائر في الفترة انعقدة من خمسة من خمسة الى قمستاشر يوليو الفين تلاتة وعشرين وبهذا الشأن يجدون بالذكر بان مجرس وزراء الشباب والرياضة الذي اجتمع في دورته ستة واربعين يوم تمنتاش المارس كان قد وافق بالإجماع على استضافة الجزائر لدورة الالعاب العربية تحرير الجزائر واخبار جميلة وحدث رياضي نتمنى له النجاح ونتمنى للجزائر كل التوفير وصلنا للغز الحلقة في الفيديو السابق قلنا ان كان فيه لغز صعب جدا ان مجموعة في واحد سأل مجموعة قال لهم كم عددكم قالوا له قدنا ونص قدنا ولبع قدنا وبيك نكمل مية هما ستة وتلاتين زائد ستة وتلاتين اتنين وسبعين زائد تمنتاشر زائد تسعة زائد واحد يبقوا مية جاء يعني دور سؤال أو لغز الحلقة السؤال بيقول أخت أمك وليس خالتك يعني سيدة أخت أمك وليس خالتك من تقول تحياتي لكم وهنحل اللغز يعني الفيديو القادم تحياتي لكم واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدثكم ظريف التحياتي